الله في نظر الإنسان كائن عظيم جداً المشروع في ذهنه إن الإنسان ده حاجة كبيرة جداً فإذا أنا أردت أن أرتقي في إنسانيته وأن أخلص من حقارتي ومن عبوديتي وأردت أن أكون إنساناً بكل ما تعنيه كلمة إنسان وما يحيط بها من أحلام راقية نفسي أكون إنسان ونفسي تبقى لي علاقة مع الخالق العظيم اللي أنا طيقنت من وجوده بحيث أنه أستمتع بمحبته وأنا أحبه ساعتها ربنا هيكشف نفسه وساعتها ربنا هيضطر يخبي نفسه لتنمية هذه العلاقة اللي يضطر أه يعني أقولك برضو الانطباع الأول اللي بيجيلي من حاجة زي كده أي حد عايز يطور علاقته مع حد يقعد معه أكتر يظهره أكتر يوضح له روحه أكتر صح إحراك ألمسه كأنك بتقولي العكس صح هو أكيد هيعلن له عن نفسه وأكيد هناك كم من الإعلانات اللي خلق هذه العلاقة وأنا دخلت في علاقة معاه لكن يجي في مواقف معينة ومش أليلة يضطر الله يختبئ علشان ما أسميه ممكن أن نقول الكلمتين دول الشر المقموع والحب الفقير الشر المقموع ليس فضيلة والحب الفقير ليس غاية الله طبعا هاتشح لي طبعا أصدق إيه بالاتنين دول أقصد أنه الشر المقموع ليس فضيلة وده المثل اللي قلتولك المرة اللي فاتت بمعنى أنه لو الله بيظهر ذاته باستمرار بحيث أنه كل ما أجي أشتهي امرأة ألاقي مثلا نور نور أو أنه صوت ضرب في ذهني فعلى طول الشر بيقمع بس مدرش تسميني طاهر في الحالة دي الشر المقموع ليس فضيلة الشخص الذي لا يزني لأنه منع عن الزمة بسبب تخويف إلهي سريع في ساعة اتخاذ القرار ما قدرش أقول عنه طاهر لكن أقدر أقول عن يوسف النطاهر لأنه زي ما قلت لك المرة اللي فاتت هو الشخص الوحيد اللي فيه القصص بتاعت الأباء الذي لم يظهر له الله لكن يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله الذي لا أرى فالفضيلة الحقيقية هي ليست الامتناء عن الشر بسبب حضور طاغي لله أنا بسمي ده شر مقموع أكيد أفضل من الشر المعمول أو بالزبط يعني أكيد فعندما يقمع الشر ويمتنع عنه أفضل من أنه يعمل بس الشر المقموع لا يخلق الفضائل لما تقعد طول عمرك مكهور ما بتعملش الشر ما بتعملش الشر ما بتعملش الشر أنت ما قدش إنسان صالح عشان كده الله يختبئ علشان من جانب تاني عمال يشتغل فيك ليطور فيك الفضيلة مش مجرد أنه يقمع الشر أحيانا حضوره الطاغي يقمع الشر لكن لا يخلق الفضيلة ترجمة نانسي قنقر